مشاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع خلال أيام هذا الأسبوع نتوقع أن تتأثر المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الغربية وأيضا أجزاء كبيرة من المناطق الشمالية خاصة الشمالية الغربية لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى سقوط زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا وأحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وحدوث بعض الفيضانات وهذه تكون واضحة اليوم السبت والأحد كذلك يوم الاثنين تخف أحيانا تدريجيا لكن تعود بعد يوم الاثنين بشكل أقل من وضعها يوم السبت والأحد بإذن الله مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نستعرض وإياكم أيام الأسبوع يوما بعد يوم يوم الأحد حالة من عدم الاستقرار الجوي قوية في المناطق الغربية باللاحظ المناطق الجنوبية الغربية والغربية وأيضا الشمالية الغربية زخات رعدية من الأمطار تشمل بكة المكرمة والمدينة وجدة وطائف وأحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وحدوث بعض الفيضانات الأحرارة المتوقعة الشمالية الغربية 28-16 زخات رعدية المناطق الغربية 32-24 زخات رعدية من المطر أحيانا غزيرة المناطق الجنوبية الغربية 17 إلى 13 درجة المناطق الشمالية الشرقية 29-20 أجواء غائمة جزيا المنطقة أيضا الشرقية والوسطى أجواء غائمة جزئيا المنطقة الشرقية 32-25 وأيضا الوسطى 30 إلى 22 درجة مئوية يوم الاثنين أيضا استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في المناطق الغربية على سواحل البحر الأحمر وكذلك الجنوبية الغربية المناطق الشمالية الغربية 27-18 المناطق الشمالية الشرقية 28-16 المنطقة الشرقية 32-25 والمنطقة الوسطى 31 إلى 22 درجة أجواء غائمة جزئيا ممكن بعض المناطق الوسطى تسقط زخات رعدية من أمطار فيها أحيانا المنطقة الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر تكون غزيرة أحيانا 33-25 والمنطقة الجنوبية الغربية سقوط زخات رعدية من مطر العظمى 17 والصغرى 24 درجة مئوية يوم الثلاثة تضعف حالة عدم الاستقرار الجوي خاصة في المناطق الشمالية وأيضا بعض المناطق الغربية الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 29 والصغرى 17 الشمالية الشرقية 30-16 المنطقة الشرقية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة أو احتمال سقوط زخات رعدية من المطر العظمى 32 والصغرى 25 المنطقة الوسطى 32-22 والمنطقة الغربية 35-25 المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية أحيانا 18 إلى 24 درجة مئوية يوم الأربعاء أيضا تستمر حالة أو تتجدد حالة عدم الاستقرار الجوي مرة أخرى خاصة في المناطق الغربية والشمالية الشرقية وبعض المناطق أيضا الشمالية الغربية أجواء غائمة جزئيا سقوط زخات رعدية من المطر وأيضا العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 30 والصغرى 17 المنطقة الغربية غائمة جزئيا إلى غائمة سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا تكون غزيرة 34 العظمى والصغرى 25 الشمالية الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 28-16 المنطقة الشرقية حار نسبي 33.26 وكذلك المنطقة الوسطى حار معتدل إلى حار نسبة 32.22 المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من مطر أحيانا 19 العظمى والصغرى 13 درجة مئوية يوم الخميس تقريبا أجواء مستقرة في المناطق الشمالية لكن تظهر بعض السحب أحيانا الشمالية الغربية 30.18 الشمالية الشرقية 27.17 المنطقة الشرقية 33.26 رائمة جزئيا وكذلك المنطقة الوسطى رائمة جزئيا 32.21 المنطقة الغربية غائمة جزئيا إلى غائمة سقوط زخات رائدية من مطر أحيانا 34.25 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من مطر العظمى 18 والصغرى 13 درجة مئوية يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله المناطق الشمالية تقريبا مستقرة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 30 والصغرى 18 الشمالية الشرقية 28.18 أما المنطقة الشرقية والوسطى وكذلك الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رائدية من مطر أحيانا العظمى المتوقعة في المنطقة الشرقية 31 والصغرى 25 المنطقة الوسطى 30-23 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من مطر 19 إلى 14 درجة مئوية مشاهدين أحيانا تنشط الرياح تكون مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية حالات عدم استقرار متكررة وبشكل متفاوت مختلفة الشدة بين الحين والآخر وفي أوقات مختلفة نتمنى تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا أحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع من سوب المياه وجريان السيول نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة إلى اللقاء